عندما يتعلق الأمر بأطفال صغار لا بد من إطلاق صرخة الإنذار ووضع كل متغطرس عند حده وعندما يكون الشواذ في صرح تربوي يبني إنسان الغد ويعلمه أسس الحياة والمبادئ والقيم الاجتماعية كاحترام حقوق الطفل والمساواة قبل الدروس الروتينية يجب على الظالم أن يعيد حساباته وينتبه إلى نتائج أفعاله فما يحصل في مدرسة الصفرة الرسمية في محافظة جبل لبنان مع الطلاب السوريين تصرف عنصري وغير إنساني لا يمت للتربية والتعليم بصلة مادام سواندريلا عقبتنا قال لأنه نعم نحكي بالصاف بس أنا ما كنت بحكي فأمت كلنا ركعتنا تاني وتالت ورابع عم بتهددنا اللي بيضال بيحكي بدأت تحطه بالقوضة الصودة فأجلت قالتلي تعالى هون وقف ورفع أجر هيكي وبدأك تضل هيكي وإذا نزلت أجر واحدة بدي قدر بكع أجرك ونحنا وين حتى نركع له؟ نعم نركع غير لأله نحنا ووقفتنا ودفشتنا شلحتنا كماما قالتلي وركعتنا عبطنا على الأرض وقالتلي بوس الأرض وبعدها قاعدت لنا أنتوا لازم تشتغلوا بزبيلة وأهلكنا عم يسرف عليكنا على الفادي وأنت لو بتشتغلوا بزبيلة بتجمعونا ومساوا قاعدت تسبلنا المدينة ما بتحليها نفوت الحمامات لأنه أنا عملية خاصة مهاجرة وإذا ما فوتت الحمامات هذا ومتمنعنا عن شرب الماء وقت اللي قالتلنا إذا بعد بتحكوا بدي جيب حبل وديوقفكن فوقت عند السقف وبدي أربط لكم إجريكم لأني نحن لأني عم نعذب المعلمات أجت المديرة صرت تقول أنتوا حقكن زبيبة في معلمة كانت قاعدة قاعدت لأ لأ الزبيبة غالية أنتوا حقكن فجلة وكل مرة تمسخر علينا ومرة ركعتنا بقلب الصف وشافت بنت يعني أنه هي سمينة شوي بس حرام شو قاعدت لأ أنه بقلب المقاعد نحن قاعدين قام صارت تقول لي يا بقرة أنت كثير ناصحة طلعي بره يا بقرة ليس تصرف هذه المديرة بجديد فطريقة الازدراء والفوقية التي كانت تتعامل بها مع التلاميذ وأوليائهم أظهرت سؤانيتها وعنصريتها الفاضحة أنا كأم لثلاث أطفال بمدرسة الصفرة عانيت من البداية من أول أيام التسديل كتير بالتسديل المديرة اسلوب يعني الكل مزعوج من هالقصة تحكي معنا بطريقة كتير يعني ازدراء واستحقار كأنه نحن عالم يعني جايين ما بعرف من وين وعملت لنا عقدة نفسية لهالأطفال هلأ نحن كل آياتنا كأهالي طلاب عاملين إضراب ومعا منبعد طلابنا على المدرسة بدنا حق أطفالنا بدنا نعلمهم بكرامة بدنا التعليم يكون في حدا مسؤولي يتابع هالقصة الحمام عطول مقفول من عشرين يوم ما فايتين الولاد على الحمام لأنهم عاب يشربوا ولأنهم عاب يأكلوا ولأنهم عاب يقعدوا مثل الخلق عرفت علي والتعليم التعليم واحد تحت المية هذا اللي صار معهن ما صار بالتاريخ لا بسجن أبو غريب ولا بسجن بالدنيا كله نحن جايين لهون نعمل منظمات إرهابية ولا نعمل شي نحن جايين نعلم أطفالنا يرفض أهالي الطلاب اليوم إرسال أبنائهم إلى المدرسة من جديد خوفا من تكرار السيناريو نفسه أو انتقام محتمل من موقفهم تجاه المديرة لذا يناشدون عبر أورينت مفوضية شؤون اللاجئين ووزارة التربية الوطنية إيجاد حل سريع قبل أن يخسر الطلاب ما تبقى من عامهم الدراسي ترجمة نانسي قنقر